كيف نتبت أن ثلاث نقطة مستقيمة؟ إذن نأخذ واحد المستقيم ثلاث نقطة A,B,C إذن اللي كي تكون أواب بيوسي ثلاث نقطة مستقيمة خصت تكون لدي واحد العلاقة A,B كي تسوي لنا واحد العدد كمضربة في A,C عقديا هذه العلاقة تكافئ أن Z,A,B تسوي كZ,C Z,A,B هي Z,B ناقص Z,A كZ,C هي Z,C ناقص Z,A إذن مدام عندنا جودة إذن نقسمه على Z,C على Z,C ناقص Z,A إذن كي تسوي لنا ك ما يعني هذا؟ يعني أنه لكي نبين أن ثلاث نقطة مستقيمة يكفي أن نبين أن Z,B ناقص Z,A على Z,C ناقص Z,A كي تسوي لنا كي تسوي لنا واحد العدد حقيقي إذن ناخد واحد المثال بينا أن النقط A و B و C مستقيمة إذن كنحسب نقص Z,B ناقص Z,A على Z,C ناقص Z,A إذن كنعود Z,B ناقص I Z,A هي ناقص جوج ناقص I Z,C ثلاثة زائد جوج I ناقص جوج ناقص I إذن كن بستو ناقص جوج ناقص I ناقص I ناقص Jوج I ثلاثة ناقص جوج I و Jوج I ناقص I زائد I ما نبين أن نضرب في المرافق المرافق يدير واحد زائد I هي واحد ناقص I إذن كنضرب هاد الأعدد في واحد ناقص I إذن نضطل الكتابة ناقص جوج في واحد I ناقص جوج ناقص جوج في ناقص I هي زائد جوج I ناقص جوج I في واحد ناقص جوج I و ناقص جوج I في ناقص I هي زائد جوج I مربع في المقام عندنا مستبقى هما واحد مربع ناقص I مربع إذن جوج I ناقص I كتغطينا السافر تبقى لنا ناقص جوج I زائد جوج I مربع هي ناقص جوج I واحد زائد واحد إذن ناقص ربعة I على جوج I ناقص جوج I إذن حسبنا ZB ناقص ZA على ZC ناقص ZA ناقص جوج I يعني كنتمي الآيار كتاب النحل العدد كنتمي الآيار وبالتالي النقاط A و B و C مستقيمية مستقيمية